أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونا اللي تجيكم مني أنا محمد عوان بالتعاون مع شركة أنا برشلونا نيوز وبرشة برشة في الفيسبوك وبرشة جروب على انستغرام حلقة اليوم بعد التعادل لغير متوقع مع فريق جيرونا التعادل اللي ايجه على كامبلون، التعادل اللي جهة بفترة كان يبدو فيها برشلونا قادر يدير الأمور في هذا المستوى من المباريات حتى الآن رغم أنه كان واضح أنه برشلونا ما وصل قمة مستوى أهم شيء في تشكيلة اليوم بدأت أن برشلونا بدأ بأربعة ثلاث ثلاث لكن أخيرا شفنا الأسماء الجديدة عم تبدأ أرثر فيدال وأيضا لانجلد ممكن البداية كانت خيبتها في النهاية لكن في البداية المباراة كان منطق هذه المداورة حتى ما نتكلم أنه المداورة هي السبب مبكرة يعني لو فاز الفريق كنا نحكي والله اللاعبين ارتاحوا وقدر بالنهاية فيدال مش لاعب عادي لانجلد لاعب يعرف الدور الإسباني أرثر لاعب ما وهو وبالتالي التغييرات ما كانت كبيرة كثير لكن المباراة كان لها ظروفها زي ما شفنا برشلونا اللاعب أربعة ثلاث ثلاث واجه خمسة ثلاث اثنين اللي معروفة عن جيرونا بهذا الموسم بدأ اللقاء برشلونا بعقلية أنه في فترة مضبوطة من الآن حتى جول التوقف الدولي وبالتالي تركيزه شوي كان مش في مكانه لما جاءت أول راكل ركنية هددته انتبه أنه أوف التراخي ممكن يخلق لي أزمة بدنية أكبر خليني أضحي أكثر عشان أفوز فرجع دخل أجواء اللقاء ودخل أجواء اللقاء مبكرا مسك الملعب سيطر تماما أعاج جيرونا لما انطقته فظهرك الأمور كأنها المباراة موجودة تحت السيطرة بشكل واضح خلال هذه اللحظات من هون لعندي الهدف كان في ثلاث ملاحظات لعندي فرد آسف كان في ثلاث ملاحظات مهمة أولا فيدال أظهر فيدال اللي عرفناه بيوفنتوس فيدال اللي عرفناه مع ليفاركوزن فيدال اللي أول شي بيحبه هاجم المساحات وإذا استغل وشاف مساحة منطقة الجزاء بيدخل منطقة الجزاء فكانت أول ثلاث تهديدات لبرشلونة ما بتكلم عن فرص عن كرات عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء سببها فيدال والثالثة كانت الهدف الأول المفروض كان يخلي الأمور من تحية الشي الثاني اللي كان ملاحظ ديمبلي ديمبلي حتى بشغط أول كله كان سيئ لكن أنا ما بهمنيش أنه والله ما قدر يصنع فارق أو ما قدر يسدد أو ما قدر يصنع مشكلتي معاه اليوم كان أنه حصر نفسه بمساحة ضيقة جدا بالنسبة له كان واضح أن الجزاء عم بيحط كتابة كبيرة على الجهة اليمنى نوحي وهو حصر نفسه بشكل واضح الشي الثالث كان أيضا فيه واضح فيه تعليمات أنه بفرض ذهاب الكرة لليمين نحو السيميدو هذا الشي كان فالفيردي عم بحاول يحاول يحققه أعتقد من أول هذا الموسم يخلق توازن ما بين اليمين وما بين اليسار الفريق كان السن الماضي دائما ما إلى نحو الجهة اللي فيها ميسي خصصا لما لعب ديمبلي على اليمين أيضا فصار كل شيء على اليمين الفريق عم بيحاول يخلق توازن أكبر في اللعب ما بين يمين ويسار لأنه ظهر تماما في المباريات المهمة هذا التوازن هو الشرط الوحيد عشان تفوز الأمور زي ما حكيت كان ماشي تمام وكان واضح كأنه برشانا حيوصل فترة التوقف الدولي حيكون عنده ممكن مباراة واحدة صعبة ولغز اللي هي بلانسة لأنه بلانسة سيئة جدا ما معرفها بحي كل مستوى في ملعبه قبل التوقف الدولي وبالتالي ممكن ظل نفوز كان نظريا لأن هذه اللحظة الهدوء كان موجود ممكن عاب هذا الهدوء بعض المساحات اللي كانت تظهر ما خلف بوسكتش وأمام خط الدفاع فكان ممكن شوي فيها مشاكسات هذه المساحات ظهرت أمام بلد الوليد ظهرت أمام سوسيداد وظهرت اليوم أيضا لكن في ظل هذا الانتظار في ظل هذه المساحات كان فيه الطرد اللي جاء على إنجلد بسبب هذه المساحة أيضا الموجودة وهون الأمور اختلفت تماما هون كان فيه قرار لازم يكون عند المدرب قلب دفاع طرد وأنا خسران بهدف مقابل لأشياء أنا أسف فايز بهدف مقابل لأشياء فهل أستنى لنهاية الشوت عشان أبدل يعني أستنى 7-8 دقائق أم أني أعمل الصح فورا لأنه هيك هيك كنت أبدل بين الشوتين قلب دفاع كان مستحيل يكمل الفريق بالتشكيل هذا هون كان التردد هون كان القرار اللي ممكن يتلام عليه ممكن البعض يجي يحكي ببساطة لكن الخطأ خطأ بيكين وفعلا هو خطأ بيكين لكن لما نرجع لبداية الهجمة ونشوف فيه لعب يسلم كرة بهدوء من دون ضغط لأنه ألبا ضامن لحاول يغطي لما أنتظر جزاء كان فيه خوف واضح ألبا تحويب يتحول لقلب فاع ثالث وبالتالي لعب عرضية بأرياحية بوسكتش كان مش بمكانه عشان يغطي بوجه قلب المهاجم وبالتالي كان الهدف فنرجع نحكي أنه منطقيا دائما لما تكون متقدم وعندك نقص عددي الأولوية مش أنه والله تحاول تفوز بالهدف الثاني الأولوية أنك ما تتلقى التعادل نفس الشيء لما تكون متعادل وبالتالي تفوز هذا اللي صارب الشوق الثاني الأولوية مش أنك تسجل بسرعة الأولوية أنك ما تتلقى الهدف الثاني فأسوأ شيء تكون نقص عدديا وتتلقى هدف ويكون هذا الهدف بهفوي أخرى أيضا صارت دفاعيا شفنا أيضا بيك يتعامل بشكل يعني متكلم عن الاستواني اللي هو مش اللعب السريع أنه يقدر يمر منه يتعامل معه بنوع من الرعونة نوع من أنه مش عاملوا حسب قدراته لو ضغط عليه فقط بدون ميزح لي ما كان هينفرد وبالتالي كانت الأمور حتروح للمرحية أخرى هفوتين عوضهم بيك صحيح بهذا بالتعادل لكن هفوتين غيروا شكل المباراة مع الطرد الفريق كان كثير ظروف وأصعب مرشلونة قام بردد فعل بتبديلين كوتيني وراكيتش فتحول الفريق لشيء بيشبه خطة 4212 أيضا هذه الخطة كان في نوع من السرعة أعطت الفريق أنه ركيتش يلعب له بالدعم كوتينيو بينطلق فرديا ميسي بينطلق فرديا كان في رهان كثير على الفرديات في هذه اللحظات لكن اللعاب هذا التشكل سواريز أيضا تحركاته ما كانت صح لكنه كان شوية حاب يضلوا قريب من الصندوق حاب يضلوا بأنه بدي يهدد رغم أنه فعليا كان لازم يحاول ياخذ المدافعين ويسمح لكوتينيو وميسي يجدوا المساحات لأنهم اللي عم بيبادروا بشكل فردي أرثر اليوم ظروف ما خدمته كلقاء لكن باللي شفناه منه لعندما توترت الأمور كان لعب عنده لمسة ينقصه الشجاعة والشجاعة تيجي بعد ما يكتسب ثقة بنفسه بعد ما يتعود على استوباللعب اللمسة موجودة الاستلام موجود الخروج بالكرة شفناه أكثر مرة بنقطع عليه بطلع كرة صح بدون أي مشاكل لكن ناقصه فعلا أنه لما يشوف فيه شيء بده شوية مغامرة بالتمريرة ياخدها بده شوية انطلاق ياخذ الانطلاقة هذا الشيء بيجي شوي شوي ولكن عشان يوصله لازم يلعب لو بدنا نشوفه باحث سبع ثمان مباريات بيرشع أمره إلا حمدنا نعيد نفس الدوام اللي بحكي لكم إياها ورغم النتيجة كان فيه نقطة مضيئة اللي هي سيميده اليوم أنا كنت دائما أنتقد عدم مبادرته عدم هجومه عدم صعوده اليوم كان عم بيحاول يثبت أنه لا أنا بقدر أعدي هذا الشيء هجومي بقدر أعطي هذه الإضافة الهجومية كان ملموس دوره في الأمام بس خلينا نحكي المباراة كلها لم تقدم كثير لعبين حاولوا يشتهدوا اليوم يأخذ فيه لحظة مهمة جدا بعد ما النتيجة صارت 2-2 بعد ما كوتيني وميسي أصبحوا بالانطلاقات الفردية مش في العمل الجماعي عم بيخلقوا مساحات كان فيه تبليل مهم جدا اللي هو دخول دوغلاس لويز اللي هذا اللاعب نعرف أنه كان لازم يكون مع مان سيتي لكن ما عرفوا يجبوا له تصريح عمل فأعادوا لجيرون الموعار كانت وظيفته فعلا يركض ورا ميسي ميسي ممكن كان يراوغه دائما لكن كانت وظيفته فقط لاعب نازل 20 دقيقة بس يركض خلف ميسي وبالتالي هذا الجهده اللي كان موجود كان دائما يخلي ميسي يأخذ الكرة صحيح لكن يخلي ميسي دائما يضطر يبعد شوي عن مناطق الخطر لأنه فيه لاعب بس هو وراك وهذه انفرقت كثير صراحة بتخفيف الخطر في آخر الدقائق التبديل كان مهم لازم يلقي الانتباه إليه ملخص اللقاء نقاط ضاعت كانت مفروض برشلونة يحسمها لكن الطرد عقد الأمور تأخر في التبديل بعد الطرد ربما برجع أحكي ربما أنه إحنا بنتكلم عن فرضيات ربما لو دخل واحد وجاء الهدف لأنه فيه هفوة من بيك لكن منطقيا نحكي لما نشوف ظروف الهدف نحكي لا بعد التردد جاءت هفوة أخرى زادت الطين بلة ثم أصبح برشلونة مضطر يلعب بتسرع أكثر بنوع من الفردية أكثر يبحث عن هدف التعادل وهدف الفوز شوي شوي ما نقص العددي اللياقة كانت ما تخدمه نقاط ضاعت برشلونة لازم يتعلم منها حتى الآن كان فيه إيجابيات هذا الموسم فيه سلبيات أكبر سلبيات دفاعية أكبر الإيجابيات أنه ديمبلي كان ماشي صح لمباراة اليوم كانت هي بس المباراة السيئة المسألة أنه بدسا تحس فالفيردي مش قادر يسيطر على أنه يعطي أداء ثابت لهذا الفريق أداء هجومي ثابت أداء جمالي لأنه برشلونة بدأ بدأ أداء جمالي المسألة كلها مع عدم تجديد عقد فالفيردي الكلام حيضل فيه نوع من عدم الثبات وعدم التوازن وعدم الاستقرار اللي أنا بحب أنه برشلونة ينهي حتى لو يجدد لفالفيردي سنة واحدة أو يقول أنه فالفيردي طالع شوفنا لما قالوا إنريكي طالع الأمور تحسنت ولما يجدد المدرب المدرب بسيطر لكن منذ الآن بلش يتكلم حتى المشكلة المسؤولين عن تجديد بيخلق حالة عدم الرضا هاي وعدم الثبات هاي بنظر الجمهور وبنظر الإعلام نوصل هنا نهاية الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في اسمك توتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله